أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 58 مليون و899 ألف وخمس وعشرين خدمة طبية من خلال حملة ميت يوم صحة منذ انطلاقها يوم الخامس والعشرين من يونيو الماضي وحتى أمس في جميع محافظات الجمهورية وذلك بعد توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة وقدمت الحملة خدمات الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة لتسعمائة وواحد وعشرين ألف وسبعين واربعين طفلا فيما قدمت الحملة خمسة ملايين ومئة وأربعة ألاف وأربعمائة وسبعين خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكولوي كما قدمت الحملة خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة وستين ألف مواطن